اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعادة مدير إدارة التعليم العام الأستاذ عبدالجبار العوفي زملاء الأفاضل المدربين والإداريين ضيوفنا الكرام أولياء الأمور أبناء الطلاب الموهوبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في اللقاء الافتتاحي لبرنامج الأولمبياد العلمي الصيفي لعام 2020 هذا البرنامج التدريبي المكثف الموجه لأبنائنا الطلاب الموهوبين في مدارس الهيئة الملكية بينبع والمجتمل ولله الحمد على ستة مسارات تدريبية خصصية وعشر مجموعات طلابية بمستويات مختلفة ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات وخبرات الطلاب وإعدادهم للمسابقات والمنافسات الوطنية والدولية ولضمان جودة التدريب وتميز مخرجاته امتاز البرنامج بكفاءة مدخلاته وتكامل أدواته وتعدد خدماته وسيمتد البرنامج بمشيئة الله تعالى لمدة شهر بواقع أربعة أيام في الأسبوع وثلاث ساعات يومية وسنسعد بتواصلكم أولياء الأمور الأفاضل وأبناء الطلاب الموهوبين بشتى وسائل الاتصال المتاحة سائلين العلي الكريم أن يلهمنا وإياكم السداد والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ضربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والآن مع كلمة سعادة مدير إدارة التعليم العام الأستاذ عبدالجبار بن حديبان العوفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فبداية نحمد الله عز وجل على ما من الله علينا في هذا البلد المبارك من أمن وآمان ورخاء وعافية وما أنعم به علينا من قيادة وولاة أمر دولة عظيمة وحكومة رشيدة أثبتت جدارتها وريادتها في كل المواقع ومختلف الأحوال وها هي في هذه الفترة العصيبة والجائحة الكبرى ترسخ بكل اقتدار عظم إدارتها لأزمة ووباء عم العالم بأجمعه وعطل مناح الحياة والتي وفقت به ولله الحمد حكومتنا الرشيدة بشكل لافت للأنظار بسرعة استجابتها مع الأحداث ومرونة آدائها وتعاطيها الأمثل مع متغيراته ومسجداته سائلين الكريم المنان أن يوفق مساعيها ويسدد خطاها في الحد من تفشي وانتشار هذا الوباء وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء ومعالجة ما يترتب عليه في شتى المجالات ومختلف الميادين وقد حظيت تعليم لله الحمد باهتمام بارغ ودعم كبير من قبل ولاة أمرنا حفظهم الله وسعت حكومتنا الرشيدة في تطوير برامجه وتكامل تجهيزاته لضمان جودة مخرجاته التعليمية والتربوية والهيئة الملكية بينبع تحرص بمثل تمييزها وريادتها في مجال إدارة المدن الصناعية أن تكون محضرا ثريا لاستثمار طاقات أبنائها الطلاب وسقلهم بالعديد من الخبرات معرفيا وقيميا ومهاريا لإعدادهم للمستقبل والمشاركة الفاعلة في قيادة عجلة التنمية وتقدم مملكتنا الحبيبة في الميادين كافة وكم أنا سعيد في هذا المساء المبارك أن ألتقي من خلال هذه المنصة التعليمية بأبناء الطلاب الموهبي وأولياء أمورهم الكرام وزملاء المعلمين الأفاضل المشاركين في برنامج الأنبياد العلم الصيف لهذا العام هذا البرنامج الذي دأبت عليه الهيئة الملكية بيمضع أن تدعم به أبناءها الطلاب الموهبين في صيف كل عام بهدف سقل مواهبهم الفطرية وإخراء خبراتهم العلمية لإعدادهم للملتقيات الوطنية والمنافسات الدولية بما يمكنهم من تحقيق النتائج المتميزة وحصد المراكز المتقدمة والجوائز القيمة وتمثيل وطننا المعطى في المحافل الدولية وكم قرّت عيوننا وعيونكم ولله الحمد بما يتوج به أبناء مدارس الهيئة الملكية بيمضع في كل عام بمداليات ذهبية وفضية وبرنزية في العديد من المسابقات والملتقيات العلمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ولعل ذلك أبناء الطلاب الموهوبين من ثمار اجتهادكم وحرصكم ومثابرتكم وشغفكم للعلم والتعلم كما يعكس جهودكم المبارك زملاء المعلمين الأفاضل في جودة التدريب وتميز الأداء والإشراف والمتابعة ويتجل من وراء ذلك حسن تربيتكم إخواني أولياء الأمور وفضل رعايتكم الأسرية وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بيمبع المهندس عدنان العلوني على دعمه الدائم لجميع برامج قطاع التعليم ورعايته المستمرة لأبنائه الطلاب كما نثمن لسعادة مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بيمبع الدكتور ماهر الغانم على اهتمامه البالغ وسعيه الحثيث لكل ما يسهم في تطوير التعليم بالهيئة الملكية بيمبع وتحسين مخرجاته ونواتجه التعليمية والتربوية سائلنا العلي الكريم أن يكلل ما بذل من جهود وإعداد لهذا البرنامج بالتوفيق والنجاح وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والإزدهار في وطننا المعطار تحت ظل قيادة قائد مسيرتنا وبان نهضتنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستمتع الآن بمشاهدة فيلم مسيرة التمييز لعام 1441 بمركز الموهبة والإبداع اشتركوا في القناة 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 وفي حالي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة